اشتركوا في القناة اول كورس عن ادوات السيرفس باللغة العربية بقدمه لكم انا مهندس محمود خيري Certified as SolidWorks Professional Advanced Surfacing Certified as SolidWorks Expert الكورس بتاعنا ان شاء الله هتبقى بدايته عن تمييز بين السلد والسيرفس وبعدين هنشرح جميع التولز بتاعة السيرفس بالتفاصيل وبعدها هناخد مجموعة الاكزامبلز اللي نقدر نطبق التولز اللي احنا عرفناها في خلال الكورس بتاعنا اولا لازم اضيف التول بار او كماندس تاب بتاعة السيرفس وبطغط رايت كليك على اي تاب وبختار سيرفس بكده بقى عندي التاب اللي فيها التولز او اشهى التولز بتاعة السيرفس ممكن اضيف التول بار بتاعي عن طريق ضغط رايت كليك هنا واختار السيرفس سيرفس تول بار واقدر اتحكم في مكانه في الجنب او في اي مكان انا محتاج اخلي فيه التول بار ده ممكن انا اوصل للتولز دات عن طريق انسيرت سيرفس وليه فيها كل التولز بتاعة السيرفس ممكن اضيف مجموعة من التولز في الاسكي او في الماوس او اعمل شورت كات في الكيبورد على حسب استخدامي للتولز عايزين ندخل على الاوبشن ونضيف حاجة مهمة عندنا في الفيتشر مانجر وهي السلد فولدر والسيرفس فولدر هخلي بدل اوتوماتيك اخلي شو بحيس ان هو يظهر بصورة مستديمة عندي في الفيتشر تري ده بيساعدني ان انا اميز ان اشغال في سولد ولا سيرفس بادي زي ما هنشوف في الفيديو الجاي شكرا لكم اشتركوا في القناة